قل إنما ننذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من قين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنعرضني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعنون قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذك للعالمين ولتعلمن نبأه بعد عين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعددهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحقو بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفى مما يطلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أماتكم خلقا من بعد خلق في غلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تسرثون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشتروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مز الإنسان ضر دعا ربه نيبا إليه ثم إذا خوله النعمة منه نسي ما كان يدعو إليه قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قلت متع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآفرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولا المسلمين قل إني أخاف إن عصفيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهديهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخرف الله به عبادهم يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا قوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أخسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخرف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى أولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوب من ذكر الله أولئك في طلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثانية قشعره منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلير جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فماله من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذلكوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذا قوم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم